هجومية لعناصر ليديا لسد تحت 15 عام وذي كورا وهدف أول جول 1-0 1-0 عن طريق القناس والهدف جاسم يوسف العبدالله على الضغط هنا العناصر الهجومية الريانية كورا بمحاولة على مقربة من منطقة الجزاء ممتازة جدا السلسلة من المراوغات جول 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 قال هذا هدف مارادوني هذا هدف مارادوني هذا هدف ساحر للراهيب 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 كم هو راهيب كم هو عجيب كم هو غريب هذا الهدف هذا الهدف المارادوني روعة 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 يا جمالك يا جمالك يا جمالك أسطوري هذا الهدف جميل وخرافي هذا الهدف مرقس منصور يسجل هدف التعادل لنادي الريان بمهارات بفنيات شوف 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 انطلقت من هنا هذه كورة باستلام بمروغة هذا الأول هذا الثاني هذا الثالث هذا الرابع الله على الكلاكات والله على المرور الجميل يا الله يا الله يا الله يا الله واحد اثنين تلاثة اربعة خمسة باباباباباباباباباباباباباباباب روعة 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 خرافي جميل أسطوري ساحر هدف مرادوني هدف مرادوني بمضاع برقس منصور الرحمنا هذا لا يحدث كثيرا في هذه الفئة العمري هذا لا يحدث كثيرا نعم نتمتع بهدف اتفعات مدير الأسد يلعبون بكيفية وهذا جيد كورة ممتازة انتريقة من جنبها لعتيبي محاولة للمرور العرضية خطيرة فرصة للثانية يالله محسن عبدالله هدافهم هدافهم كذلك هو السهم الذي لا يخطأ ابدا عندما تترك له الفرصة يسجل نعم ثاني الهداف للريان يستهلون وتقدم مستحق للرهيب في هذا الشوت الثاني سادس اهداف محسن عبدالله الاجري بكيفية ممتازة على الاعتيب والتوزيع الكورة المليمترية بالتخصص على المقاس رصية محسن عبدالله الاجري تأتي بالثاني للرهيب تأتي بالثاني للريان تأتي بالثاني بالتقدم الحين والآن لعناصر الرئيب في هذا الشوت الثاني الدقيقة واحدة سبعين تسعة دقائق على نهاية اللقاع أي سيطرة أي عودة أي قوة نجربي في ثاني نهايي توالي ينكون منعوبة محاولة فرصة للعودة إمكانية خطيرة قل 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 مع أرون 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 مارك أرون مارك 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 كورة ملعوبة وتفلتا المتابعة لكن قوة تزديدة من عبد الرحمن الصوان الرقلة الثانية الناجحة لنادي الرئيب من واحد تفاعلات الدعاء وصامة أمام بكري محمد الرقلة الرابعة والثانية السدوية وصامة 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 ويقصد بكري يقصد بكري 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 أمام وسامة رقلة الجهزة ثانية آت لنادي السد غير موافق وسامة إبراهيم محمد مين واحد للريان أمام السد بركلات الترجيح بعد الثانية للفريقين رابع ركلة جزاء غير ناجحة للزعيمة للسد الآن الدوري بـ 19 قن على القاعد محصن الهاجري ساحب هدف ثاني في نقال يوم تثنين واحد لما تقدم الرايان كورة من محصن الهاجري محصن 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 يا سلام يا سلام يا سلام على محصن يا سلام على برودة العصاب يا سلام على برودة الدم يا سلام على هذا التنفيذ يا سلام على هذه الكورة يا سلام على هذه الركلة ثلاثة اثنين ثلاثة اثنين والركلة الثالثة السد على محاولة محمود وكورة لأجل ركلة جزاء ثالثة ف演 teenage إبراهيم محمد الزهر إبراهيم لتنفيذ ركلة الجزاء الرابعة الريان سجل كل ركلاتها التنشيحية ثلاثة على ثلاثة السندق فقط في الثانية كون من إبراهيم 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 مع رول يا السلام يا السلام بطريقة مميزة هو لآخر نعم ثبتا حار سارا ربسا الله على هذا التنفيذ الراع من لاعبي وعناصر ناديها لسن كون من إبراهيم محمد الزهر الآن ركلة الجزاء الرابعة يسجلها نمشي للركلة الخامسة يخفق خناس الريان بطل القاس كون من عوبة يا السلام يا السلام يا السلام بكري 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 ألف مبروك ألف 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 مبروك للريانية هذا اللقب هذا الكأس بفضل بكري محمد من علامة الجزاء يتعلق يبدع يساهم في تتويج الرهيب بكري محمد يتصدع لركلة الجزاء الثانية في هذه السلسلة مبروك وألف مبروك للريان ثالث القابة من موسم 2009 ثالث القابة أو ثاني القابة من 2009 تحية بين سليم الجربي وكلم نقرساني كاسل إسباني مدربا لريان إذن رجالات الترجيح تبتسم للريان تبتسم للرعيم أمام الزعيم السداوي وسط فرحة كبيرة من المشجعين من المناصرين من الأصدقاء من المحبين من الأولياء بعد لحظات سنعود لي مراسماً لتتويج ورفع الداش ورفع الدرع لي في أتي تحت 14 سنة وتحت 15 عام بعد قليل إن شاء الله متابعين ومشاهدين الكلام في الأثناء نعود إلى ستوديو التحليلي مع الزميل فيسل محندي فيسل لك الكريم إذن ألف ألف مبروك لرهيب الرياني يفوز هلد المستحق بضربات الجزاء بعد أن أحرز أربع ضربات الجزاء تتويج العبطال تتويج أصحاب اللقب أصحاب الكأس لهذا الموسم 2023-2024 نادي الريان بعد 11 عام يعود لمنصة التتويج في النمبر وان في المكان الأول في الصفة الأول والنياء الثالثة ماملاد السد ناجح بعد خسارة نهاية 2011-2016 نهاية 2024 يبتسم للعائلة الريانية الريان يتوج بثاني ألقابة منذ 2009 بعد لقب 2013 في النهاية ماما مصلال عبطال 2024 بكر محمد الحارس المتميز المتعلق في ركلة الترجيح إبراهيم محمد الزهرنة وليد ممدوح الحمدان عبد الرحمن الصوان بورغس منصور الرحمنا هدف مرادوني هدف عالمي لن ينسى في تاريخ نئية الفيات العمرية أجمل هدف هذا الموسم بلا شك غسان جمال الدين علي نواف العتيبي محسن الهاجري عبد الله محمد 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 يوسف علي سليمان محمد عبد الله عبد الرحمن هذا النادي في هذه الفيات العمرية مبروك مبروك لنادي الريان مبروك الفرحة مبروك اللقب مراسم التدويش بقيادة فهد الزراع مدير إدارة التطوير وعبد العزيز حسن لعب المنتخب العنابي سابقا نعم يتقدمهم ويقلدهم الميدالية اللذابية وفرحة الهترى اللفني الآن مع القائد محسن عبد الله الهاجري يتقدم مناجل رفع اللقب فرحة التدويش بالكأس والكأس من نصيب الريانية محسن عبد الله الهاجري ستة أدف في هذه النسخة فرحة التدويش واللحظة الحاسمة والفرحة الكبرى نادي الريان بطلا لكأس الأشبال الفين وارمع عشرين يستهلون على روحهم وجديتهم وانضباتهم وعملهم الكبير يستهلون هذا التدويش يستهلون هذه الفرحة عشبال الريان رفعوا اسم الرهيب عاليا في هذه الليلة ارفحها يا محسن ارفحها يا محسن هؤلاء الأبطال هم المستقبل المشرق لنادي الريان شكرا إلى إدارة الرهيب شكرا إلى المدربين شكرا إلى كامل الجهاز الفني والناعبين شكرا لكل من وقف وعمل للوصول لهذه اللحظة الجميلة مبروك ألف مبروك تهانين مجددا لكل عائلة الريان بهذا التدويش في هذه الفئة السنية تحت 15 سنة على هذه الصور وعلى هذه الفرحة مشاهدين متابعين الكرام أترككم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في موعيد رياضية قادمة عبر شبكة قنوات الكأس الرياضية أعود بالصوت مستورة ومواصلة التعليق والتحليل على هذا الدور اللانيائي وعلى مراسم التدويش مع فيس نمه الندي وذيو فيه الكرام فيس لك الكلمة ألف 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 مبروك لألف سنية تحت 15 سنة لنادي الريان فوزم بلقب الكأس في هذه البطولة وأيضا ألف مبروك لفئة 14 سنة نادي العربي فوزم بهذه البطولة تحت 14 سنة فوز مستحق للفريقين وإنجاز يحسب للإدارة التي عملت طوال هذا الموسم مع أبنائنا من تحت 14 وتحت 15 السنة للوصول إلى هذا الإنجاز وهذا الإنجاز الذي غاب كثيرا عن منصات الريان عن خزاء الريان لهذه الفئة وأيضا كافتن مستحق